بسم الله الرحمن الرحيم شرح كسر حماية القوالات الجيل الثالث أو الجيل الخامس من مدونة العميل أولا نقوم بتحميل البرنامج المدرج في مدونة العميل من 4G نقوم بتحميل برنامج بالضغط هنا بعد ذلك بعد التحميل نحصل على هذا المدرج المضغوط نقوم بفكة الضغط ونحصل على هذا البرنامج هذا البرنامج يحتاج إلى دمج الشهادة يجب دمج الشهادة في أي برنامج دمج الشهادة أنا قد قمت برفع برنامج SIN SIS في مدونة العميل نقوم بتحميل الشهادة بهذه الطريقة بعد تحديد مكان الشهادة والمكتاح نقوم بتحديد مكان الملف أو البرنامج هذا هو البرنامج في سطح المكتب ونضغط على بدأ عملية الدمج نقوم الآن بعملية الدمج انتهى البرنامج من عملية الدمج ونلاحظ الفرق بين اسم البرنامج في نهاية نحتاج الآن فقط إلى هذا البرنامج نقوم بإرسال هذا البرنامج بأي من الطرق المفضلة أي إن كان عن طريق البلوتوت أو وسط USB بعد إرساله نلاحظ الآن في الجوال لأننا قد قمت بتخزين البرنامج في الزاكرة نتوجه الآن إلى غير ملفات إلى هذا المقلب هذا هو البرنامج لقد قمت بوضعه هنا هو نفس نفس هذا البرنامج نقوم الآن بتثبيت هذا البرنامج نقوم الآن بتثبيت هذا البرنامج ونقوم بالضغط على استمرار حتى يتم تثبيت البرنامج نقوم الآن بتثبيت البرنامج نقوم الآن بتثبيت هذا البرنامج يقول الآن البرنامج يكسر حماية الجوال سوف يحقق برنامج القليل من الوقت انتهى البرنامج من كسر الحماية نقوم الآن بإضافة تثبيت البرنامج من الدوال نقوم الآن بإضافة تثبيت بعد ذلك نحتاج فقط إلى هذا البرنامج نضغط على أوفن نختار ونضغط على كامل نضغط على زر المقائمة ونبدأ في تثبيت أي برنامج من الدوال انتهى الشرح والسلام عليكم ورحمة الله